السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإهلا بكم رفيق عبد السلام يرد على خطاب رئيس الجمهورية اليوم في قصر قرتاج كان وجه جملة من الرسائل السياسية طبعا لهالمبادرة اللي قادة يعني توب ديت تنشط بصفة كبيرة اللي هي المبادرة ساعة اللولة يعني نحكيه على مبادرة أحمد نجيب الشبي اللي قال أول مع حركة النهضة المبادرة هذه تهدف لتشكيل حكومة إنقاذ وطني في تونس وطبعا يدعو الشبي إلى تجاوز كل الخلافات بين الفرق أساسين اللي هم اليوم في صف المعارضة معارضة رئيس الجمهورية وتوجهته وقراراته عبد السلام يقول أنه خطاب رئيس الجمهورية قيسس عيد اليوم هو خطاب عنيف مغموس بقدر كبير من التوتر والحقد يقول يعكس حالة هيجين نفسي كبير وترجمة هذا الخطاب لا يعني شيئا سوى ممارسة الإرهاب والقتل المتعمد هكا يفسر تصريحات الرئيس وهكا كيفش يقول عبد السلام إنه هذا وكأنه هالخطاب متاع الرئيس يشرع لي مثل هالتوترات هذية ويقول إنه أي مشروع حرب أهلية مفتوحة لا نهائة لها هذا اللي بشر به رئيس الجمهورية قيسس عيد التوينسا يقول عبد السلام إنه هذا الخطاب محمل برسائل تحريض للأجهزة الأمنية على معارضيه ومحاولة طوريتها في أجنته الخاصة اللي ما عندها حتى علاقة بالدولة من قريب أو من بعيد على حد تعبيره إذن تم إقحام المؤسسة الأمنية اللي هي تحتفل بعيدها اليوم يعني ذكرى تأسيسها في هالسراعات شفنا برشا فيديوهات على السوشيال ميديا معناها لهكا بعض التجاوزات للأفراد تنديد آخر بالاعتداء على إحدى معناها أعضاء مبادرة معطن وضد الإنقلاب شفنا برشا فيديوهات يعني راجت في الساعات الأخيرة بخصوص قوة الأمن يقول عبد السلام أن الرجل طبعا يحكي هنا على رئيس الجمهورية قائس السعيد يتربص شرا بمعارضيه ويستكثر عليهم حماية الدولة لهم في إشارة إلى أن الرئيس أو وزير داخلية طبعا كان سابقا رفع الحماية الأمنية على عدد من الشخصيات السياسية في تونس اللي كانت تتمتع بالحماية الأمنية والمرافقة ما يسمى المرافقة الأمنية تم يعني إلغاءها لعدد من الشخصيات عدد كبير يعني بالعشرة يقول عبد السلام أنه لا يرى لهم مكانا إلا وراء القذبان ويقول هم المنتخبون بشرعية الصندوق مثله في إشارة إلى النواب خاصة اللي عندهم ملاحقات قضائية ونواب اللي يتهمهم الرئيس بالانقلاب بعد الجلسة اللي صارت في 30 مارس اللي فات ويقول هم كيف منتخبين بالصندوق يقول عبد السلام كما يضيق صدره ببعض مساحات الحرية التي انتزعها الشعب بفضل ثورته وتضحيته ويبدو أن سعيد مصمم على اقتلاع نبتة الحرية في تونس من جذورها حتى يحول البلد إلى مزرعة خاصة ويشفي غليله من خصومه ويمضي في فرض ديكتاتوريته العمياء للنهاية في الأخير ختمها ما ظن في تمكين الشعب أي تمكين نفسه من اقتصاب السلطة وجمع السلطات بين يديه بفرض القوة القاهرة واستخدام المراسيم الإمبراطورية فكلمة الشعب لا تعني شيئا سوى ذات قيس سعيد في البدء والمنتهى هذا وفق تحليل رفيق عبد السلام بهذه المناسبة كان رئيس الجمهورية قيس سعيد في الخطاب متاعه اليوم طبعا قيس سعيد ديما يرجع إلى الشعب التونسي وإلى السيادة ودي ما يتكلم يعني باسم الشعب تونسي يأكدوا أن تونس اليوم ما هيش لا للبيع ولا للكراء وأن السيادة هي للشعب ويعني هو ماضي يقول ماضون قدما في تمكين الشعب صاحب السيادة من التعبير عن إرادته غير عابئين بهذا البؤس السياسي الذي لا يوزيه إلا هذا البؤس الذي يمعينون فيه عمدا للتنكيل بالتونسا وأن لهم أن يواصلوا في هذا البؤس الذي يريدون أن يستشري في كل مفاصل الدولة والمجتمع وهذا في إشارة إلى معارضي 25 جوليا يقول قيس سعيد في خطابه اليوم على هيمش إشرافو على موكب الاحتفال بالذكرى 66 لعيد قوة الأمن الداخلي يقول إننا دائما على العهد لن تثنينا للعقبات وللأراجيف ولهذه الأوهام التي ينشرونها ويعتقدون أنها حقيقية ولن تثنينا عن مواصلة الطريق هذه كانت خطابة ووعد رئيس الجمهورية إلى الشعب التونسي في المقابل قلت هما اليوم يريدون إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات السياسية مواطنون ضد الإنقلاب تحمل قيس سعيد وتوفيق شرف الدين مسؤولية الاعتداء على شيء ما عيسى عضو الهيئة التنفيذية بمبادلة مواطنون ضد الإنقلاب تقول وإنه في بيان كتب تعليه دولة سعيد دولة البوليس تعرضت في حدود الساعة الوحدة بعد ظهر اليوم في أحد الأنهج المتفرعة عن شيرال أحبيب بورقيبة عضو الهيئة التنفيذية للمبادرة ديمقراطية مواطنون ضد الإنقلاب شيء ما عيسى لا تداء لفظي ومادي من عون أمن مسنود من عدد من الأعوان المرافقين له تبعاً لذلك فإن المبادرة ديمقراطية مواطنون ضد الإنقلاب توحيط الرأي العام بأن عضو هيئتها التنفيذية شيء ما عيسى تعرضت للسباب والشتائم بنفس العبارات والنعود التي يستعملها ما توصف هي المبادرة المنقلب لتشويه وشيطنة معارضيه قبل أن تتعرض الاعتداء ميدي متمثل في توجيه لكامات لها على مستوى الرقب والصدر ما يحيل على أن الاعتداء كان بخلفية سياسية واضحة في سلوك يذكر بممارسة البوليس السياسي النوفمبري شيء ما عيسى للي يمكن ما يعرفيش معنى ديمة حاضرة في التظاهرات التي تنظمها مبادرة مواطنون ضد الإنقلاب إلى جانب جوهر بن مبارك إلى جانب لحبيب أجيلا وبعض الشخصيات القيادية في هذه المبادرة اللي هي ديمة حاضرة في الاجتماعات في التظاهرات في المسيرات في الوقفات الاحتجاجية والمبادرة تعلم رأي العام الوطني أن المحامين متاع مواطنون ضد الإنقلاب متمثلين في الأستاذ مختار الجماعي يتولد بتكليف من الهيئة متابعة القضية الفاضيحة كما توصفها والليتمثل سابقا في استهداف الحريات منذ هروب الدكتاتور السابق ألفين وحدش اتحمل قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء وتأكد على خطورة المنزلق لتشهد تونس اليوم يعني وتوظيف الأجهزة الأمنية والعسكرية في الصراع السياسي وتقول لهذا تأسيس لدولة الخوف والرعب ودعاة الاتخاذ مواقف صارمة من قبل منظمات الحقوقية الوطنية والدولية على ما أسمته الانحرافات والانتهاكات الخطيرة اللي سايرة في تونس اليوم من وجهة نظر مبادرة مواطنون ضد الانقلاب اللي الحقيقة رئيس الجمهورية اليوم في كلمته كان أشار إلى موضوع الحريات والتضييقات عليها يقول هما يتشكوا من التضييق على الحريات والحقوق لغير ذلك وهم في المقابل يمارسون الحرية تمتاحهم بحماية أمنية أصلا الأمن قد يحمي في المسيرات حاب يقول أن المسيرات والا الوقفة الاحتجاجية اللي يعملهم هي مأمنة بقوة الأمن وفي نفس الوقت يقول لك فما تضييقات على الحريات فيحب يقول الرئيس اللي الحرية تمارس بصفة عادية أو هاكما تمارسوا في الحقوق قمتعكم والحرية تمتعكم وتحتج وكل والأمن هو اللي يعني يحمي في هذه